اهلا بكم بداية وجه رئيس الجمهورية سيد عبد المجد تبون باسم الجزائري شعبا وحكومة واصالة عن نفسه رسالة تهنئة لرئيس جمهورية اثيوبيا الفيدرالية ديمقراطية السيد تاي اسكي سيلسي بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد وعرب سيد الرئيس في رسالته عن ثمانيته لرئيس الاثيوبي السدادة والنجاح في مهامه السامية وللشعب الاثيوبي الخير والرفع وبمنسبة انتخابه رئيسا لعهدة ثانية تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجد تبون رسالة تهنئة من قبل رئيس جمهورية باكستان الاسلامية سيد آصف علي زارداري اكد فيها ان الجزائر تحت قيادة سيد الرئيس ستواصل الزهارة وانا باكستان تقدر عاليا صداقتها مع الجزائر القائمة بثبات على وحدة العقيدة والقيام المشتركة والتعاون في المحافل الدولية وعازمة على العمل الوثيق مع الجزائر للمضي قدما في تعزيز الشراكة العريقة بين البلدين كما تلقى السيد الرئيس رسالة تهنئة من قبل رئيس غينيا الاستوائية سيد أوبيانغ انجيما عرب فيها عن تمنيته له بالنجاح والتوفيق خلال عهدته الرئاسية الجديدة مؤكدا إرادته صادقة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البيني والعمل مع سيد رئيس الجمهورية للارتقاء بها إلى مستوى الامتياز خدمة للشعبين وتلقى سيد الرئيس رسالة تهنئة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية السيد رشاد محمد العليمي عرب له فيها باسمه وباسم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني عن خالص التهاني وأطيب التبركات متمنيا لسيد الرئيس التوفيق والسدادة وللشعب الجزائر الكريم كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة دوليا شدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأممية المتحدة عمار بن جامع مساء أمس بنيويورك على ضرورة تحرك مجلس الأمن بشكل حازم للمحافظة على ما تبقى من مزداقيته وفرض وقف إطلاق النار في غزة في ظل استعمالية الكياني صهيوني التجويع كسلاح للحرب وفي كلمته خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة ولبنان بطلبين من الجزائر وسلوفينيا أكد بن جامع أن قرارات مجلس الأمن تحضر صراحة استعمال التجويع كسلاح حرب منتقدا غضى المجتمع الدولي الطرف والتزامه الصمت نتائج المروعة لآلة الحرب الصهيونية التي لم ترحم ولم تستثني أحدا في غزة هي الآن توسع وحشيتها إلى لبنان المجازر والقتل أضحوا واقعا مأساويا في غزة ويستمر بلا هوادة الصمت تحول إلى أكثر من مجرد توطئ وأصبح الآن بمثابة مشاركة فعالة في هذه الجرائم هدف سلطة الاحتلال واضح وهو طرد الفلسطينيين من أراضيهم سعيا بأن لا يبقى أي فلسطيني غرب نهر الأردن إنه انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وهي محاولة مجرمة لتنفيذ خطة التهجير إذ نشهد على هذه الوحشية لا بد من الاعتراف أنها تعطينا لمحة عما ينتظرنا مستقبلا وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي يدخل يومه السبعين بعد ثلاثمائة وتستمر آلة الحرب فضائعها في أنحاء القطاع حيث استشهد اليوم أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لثلاثة منازل في مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع كما ارتقى في وقت سابق ثمانية عشر فلسطينيين في نفس المنطقة جراء قصف لطائرات الاحتلال فيما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف على منزل شرق مدينة خنيونس وفي شمال ووسط القطاع تواصل القصف الجوي والمدفعي العنيف على منازل وتجمعات الفلسطينيين ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح بينهم أطفال ونساء ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى أكثر من سبعين فلسطينيين في مختلف أماكن القطاع هذا اقتحمت مساء أمس أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية من قوات الاحتلال الصهيوني اقتحموا الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليد في لبنان لا يزال وطيران الحربية الصهيوني وصلوا قصفه الوحشي على ضحية بيروت الجنوبية وبلدات وقرى جنوبي وشرقي البلاد حيث استشهد اليوم خمسة من قوات الدفاع المدني اللبناني في غارة صهيونية على بلدة ديرداغيا كما استهدفت غارات أخرى بلدة الخيام ومنطقة مزارع شبعة وغيرها من مناطق المدينة بالجنوب اللبناني فيما قتل ضابط إسرائيلي وأصيب جندي آخر في معارك جنوب البلاد بعد مقتل إسرائيليين في كوريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في حين أسفرت أمس الغارات الصهيونية على جنوب لبنان وجبل لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 80 آخرين بجروه هذا ويتعرض لبنان لعدوان صهيوني زادت وطيرته الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق من قصف جوي ومدفعي واسع النطاق لتمتد إلى العاصمة بيروت ما أوقع آلاف الشهداء والجرحة وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم ختاما وفي الرياضة ولحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إثريقيا 2025 يواجه اليوم المنتخب والوطني الجزائري نظيره الطوغولي بملعب التاسع عشر مايي ستة وخمسين بعنبا ويسعى رفقاء القائد الرياض محرز من خلال هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز الثالثي في التصفيات والاقتراب أكثر من حسم ورقة التأهل مبكرا إلى الموعد القرن هذا هو بإمكان الجمهور الرياضي متابعة لقاء الجزائر ضد الطوغو صهرة اليوم مباشرة على القناة الأولى الأرضية بداية من الساعة 8 مساء فحض موفق للخضر في هذه المنافسة الإفريقية اختموا هذا الموعد الأخباري مشاهدين عودا لكي لينا